السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء هذه سلمكم الله قصة يعني عجيبة ارسلتها لي واحدة من الأخوات على استقرار وقالت يا شيخ هذه قصة حصلت معي أنا وأنا أبغاك تنقلها للناس لعل الله ينفع بها تقول صاحبة القصة أنا امرأة متزوجة حصلت بيني وبين زوجي خلافات تقول واشتدت الخلافات اشتدت إلى أن وصلت للطلاق فطلقت وذهبت البيت أهلي تقولوا سبحان الله يعني دخلني خوف من الرجال صرت أخاف من الرجال وأكرههم واخدت عندها تقريبا سنتين تقول سنتين في هذه السنتين جاني أكثر من خاطب وكل ما يجي أحد أفتع للمشكلات حتى يعني يذهب وبالفعل أفتع للمشكلة وأسوي أي شيء حتى ينصري في هذا الخاطب تقولوا بعد كده سبحان الله سمعت قصة يعني عن فضل صورة البقرة وعن كذا تقول فهداني الله ولتزمت بسورة البقرة صرت أقرأها يوميا طبعا إخواني أخواتي النبي صلى الله عليه وسلم ذلنا على ذلك وأمرنا وقال أقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبركة في كل شيء البركة في الصحة البدنية الصحة النفسية في المال في الولد في الزوج في الأهل في الحلاقات الاجتماعية بركة تفيد العموم بركة نكرة والنكرة عند أهل اللغة تفيد العموم عموم البركة في كل شيء تحل بسورة البقرة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءتها لكن لم يحدد الطريقة والكيفية يعني من الناس من يقرأها في قيام الليل وهذا نور على نور ومنهم من لا يستطيع أن يقرأها في القيام فيقرأها خارج الصلاة ومنهم من يقرأها كل يوم منهم يقرأها يوم بعد يوم لا نشدد على الناس وقد وسع الله عليهم ولكن ورد التحديد في حديث آخر إن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ثلاث أيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أقل التقدير أن تقرأها كل ثلاث أيام حتى تنفر الشياطين من بيتك وهذه قوة عجيبة قوة إلهية عجيبة سر رباني تنفر الشياطين إذا قرأت سورة البقرة ويفرط البعض فيها لا إله إن الله نرجع إلى صاحبة القصة تقول سرت أقرأ هذه السورة سورة البقرة أقرأها كل يوم بل في يوم من الأيام أظنها قالت يوم الجمعة قرأتها ثلاث مرات متتالية تقول بديت بعد سورة الضحى من الساعة ثمانية تقريبا قرأتها ثم أعدتها ثم قرأتها مرة ثالثة يعني أظن بينها يعني تفاوت يعني تقول المرة الثالثة انتهيت تقريبا على سورة العصر بعد العصر انتهيت من قراءة سورة البقرة للمرة الثالثة تقولوا بعد ما انتهيت منها أخذتني إغفاءة ولمت تقول والذي لا إله غيره رأيت في منامي رؤيا عجيبة اسمعوا 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 شوفوا شراءت تقول رأيت كأني جالسة في المكان اللي كنت أقرأ فيه في نفس المكان تقول وطالع في رجل اللي سار في أصبع رجل اللي سار الكبير أكرمكم الله تقول وإذا بي من تحت الأظفر انشق شق وخرجت منه شعرة تقول وسحبت الشعرة وأخذت تطلع مئة تطلع مئة تطلع مئة الشعرة تمتد ويطلع معها ذي العقرب تقول وأسحب وتطلع العقرب كاملة ثم أسحب ويخرج حيوان مثل الضب تقول مثل الضب حيوان عجيب محترق متهارق قرج وهو يترنح تقول ثم ضربت هذا الحيوان أخذت أضربه أضربه حتى مات ثم تفتت ثم تلاشى تقول وأنت طالع تقول المكان نظيف أصبح ما فيه ولا شي تقول واستيقظت من المنام تقول وإذا بي أشعر بألم في رجل يسار ألم يعني ولكن قليل ثم مازال ثم بعد ذلك شعرت براحة نفسية وارتياح وما هو إلا قليل ويطرق الباب يعني خاطب ثم ينشرح صدري وأقبل به وأتزوج وهاء أنا الآن أنعم الحمد لله تقول براحة وسعادة في بيت الزوجية إخواني أخواتي يا من ابتلي بالسحر أو العين أو المس أو أي معضلة أو مرض ها هي سورة البقرة بين أيديكم يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخذها باركة وتركها حسرا ولا تستطيعها البطلة عليكم بسورة البقرة اقرؤوها بقدر ما تستطيعون بقدر ما تستطيعون والأمر اجتهادي ليس فيه نص يحدد طريقة القراءة اقرأها أنت بنفسك اقرأ أنت بنفسك على نفسك ولا تذهب للرقاء وتذل نفسك للناس ليس بينك وبين ربك واسطة أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر